منتخابنا الوطني مبارح فاز احنا كنا عايزين النتيجة دي احنا كنا عايزين الفوز هل المباراة كانت حلوة؟ يعني كان في ملل كده وكان في تراهل في الأداء تحس كده مباراة خليت الدسم هو احنا فعلا ما كناش مستمتعين مبارح بالمباراة وده لطبيعة المباراة اولا بيدي لعب على ملعب منجيل الصناعي ملعب منجيل الصناعي معروف انها ملعب مش حلوة متعبة لأغلب اللاعبين بيتأثر على الركب وبتأثر على الاناكل وبتتعبهم حتى تلاحظ ان في لعبة مراحتش اصلا عشان تلعب ان بيبقى لها تأثير فده كان عامل مهم قوي موضوع ارضية الملعب الشق التاني هو كابتن حسام اصلا كان عايز نقطة محتاج نقطة واحدة بس عشان الخاطر يسعد وهو عامل تارجت معين ماشي بالتارجت دوت فمش عايز يبقى فيه جماليات اكتر ما هو عايز ياخد نتيجة في الاخر خلي بالك برضو ان الكابتن حسام مش هنقول عنده مشكلة مع الجمهور او السوشيال ميديا على قد ما هو عايز يزبط نفسه وعايز يزبط انه هو جدير بقيادة منتخب مصر الفترة دي او الفترة اللي جاية فطبيعي انه هو بيلعب لعب تجاري انا النهاردة عايز من المطش ده هاخد منه مثلا النقطة عايز من المطش ده مثلا النقطتين انا عايز اسعد لأفريقيا عايز اسعد كتس عالم هو مش عايز اداء جمالي فده اللي كلا الشكل بارح بس هو بيحب يلعب كوره وبيحب اللعب الفريق كوره ايه بس عايز اقولك على حاجة برضو انت النهاردة نقطة واسعت ولا ألعب أداء جمالي وخسر مش هتبقى حلو فهو مارح لعب بطريقة دفعية نوعا ما خمسة اربعة واحد في حالة الدفاع وفي حالة اللجوم ثلاثة خمسة اتنين ما شفنهاش كتير المواقف ثلاثة خمسة اتنين دي اللي قليل قوي في لعبة ولا لعبتين طور المطش لكن هو كان عايز يلعب لعب تجاري نوعا ما ياخد نقطة ربنا كرمه بتلاتة بانتبش بنقطة واحد طيب يعني هل كده بحسب كلامك هل مشت المباراة وفق ما كان كابتن حسام مخطط لها هل التزمت كل اللعيبة بتمركزاتها بالخطة لوضعها كابتن حسام لا هي جات اكتر من توقعاته كمان يعني هو كان عايز نقطة هو محتاج نقطة يسعد انا فاهم بس اصد ان هو مثلا فضلنا طول المباراة مفيش هجمات بشكل واضح وشكل صريح هل ده كان مخطط له هل ده اللي هو كان يقصده فعلا هو فعلا كان بيلعب على المرتدات او اللي بيقول عليها زمان النقاد الكبار التحولات هو بيلعب على المرتدة لمرموش تحديدا حتى لو كان فيه تلاحظ لعبة في الديقة 16 الشناوي كان بيلعب ضربة او فاول او حاجة زي اوفصيد فبيندع على مرموش بيقول له اطلع جريو وعمل له زي كرة طويلة دي اللي خدنا منها اللي كان مفراج مباراة على المتش خد منها سيناريو المتش يبقى عمل ازاي يلعب على التحولات المرموش سراعات المرموش فهو كان عايز مباراة مجرد بس ان يخطف واحد كانت من حسام لك كان مثبت الناس او بيلعب ثلاثة خمسة اتنين في حالة لجوم لك كان مثبت عيد وكان مثبت حمدي أثناء المتش وكان فيه برضه ارتداد باستمرار المراوان عطيب يبقى وسطيهم فبتلاحظ ان هو بيدافع بست لعيبة فلا هو مبارح طبعا هو كان عايز نقطة وهو خد اكتر من كده يعني اكتر من نقطة خد تلاتة منت اللعيبة التزمت اللعيبة الجيدة اللي دخلت مع الفريق بصراحة كويسين احمد عيد كويس مشوحش محمود صبر مبارح كان كويس جدا لعلمك خالد صبحي نوعا ما الحد ما خرج كان برضه كويس برضه مسنود من اتنين مساكين كبار وتقال زي محمد عبد المنعم وزي رامي ربيعة فالمردود اللي كان عايزه من الماتش اخده مشاركة بعض اللاعبين الجدد احلاله وتجديد بيعملو الكابتر حسام بيجربهم اه بيجرب اه مشاركة بعض اللاعبين الجدد اللي اطمئنان على شكل الفرقة في عدم وجود محمد صلاح برضه كان ليه عامل مهم مبارح ومؤثر مبارح تغييراته حد ذاتها كانت تغييرات كويسة على فكرة ومؤثرة والتنم ان هو كان تقدر تقولي انه مركز في الماتش عارفه عايزه من الماتش حتة الانفعلات بتاعتكابت الحسام وتصرحاته واساعات كده تحس انه هو بيهاجم هي دي اللي عاملاله زي ما تقول كده مش مشكلة على قد ما هو في ما فيش تنغم بينه وبين الجمهور احيانا